موسيقى خمس وخمسون سنة تمر على ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية أكثر من نصف قرن من النضال في سبيل تحرير القارة الصمراء من خلال منع نشوب الصراعات والسعي إلى ضمان التسييل الذاتي لمصارة التسوية مع الحرس في كل مرة على ترقية لغة الحوار والمصالحة مسيرة لن تكتمل دون تحرير آخر مستعمرة على أراضيها فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية فأني أؤكد دعم الجزائر للجهود التي يبدلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوته الشخصي للصحراء الغربية بهذا استئناف المفاوضات بين طرفين نزاع المغرب وجبات البوليساريو وذلك في أسرع وقت ودون شروط مسبقة وبحسن النية من أجل تواصل إلى حل سياسي عادل ومقبول من الطرفين يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراء الغربية وفقا لقرار الذي أعتمده مجلس الأمن في أبريل الماضي عميد السفراء بالجزائر سفير دولة الكاميرون الذي دعا إلى ضرورة العمل على تحقيق الوحدة في إفريقيا لم يفوت فرصة إحياء الجزائر لليوم العالمي لإفريقيا ليثمن المجهودات التي تبدلها هذه الآخرة في دعم الدول القارة أفضل المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة